أحد صحفييني الشباب اندفع وكتب مقالة وحشة بعنوان يعني مسيحيين القرن أقباط 2011 يعني ولا أنا صراحة ما كنت شفت المقالة أو ماهتمتش يعني إن أنا هي المقالة كانت صغيرة كده في وجهة نظر ما شفتهاش بس ما شفتها إش مأزيد جدا زعلتها قوي لإن حتى كمان التفكير ده مش تفكير منطقي ومش مستقيب فالبابا الزعل جدا وحصل يعني شبه اشتكاكم للنقيب اه ثورة اشتكاكم لمقرب محمد أحمد رب نرحمه صح؟ لا مش اشتكانة لا ده كان أكبر من كده يعني أنا عايزة يعني أقول اشتكاكم يعني بلطف يعني بقوله يعني صبح الساعة السابعة فأنا حسيت إن الهرام حيتهد على أدماك فأنا سعيلت جدا وبقت متوتر فكلمت قلت له فاضلت يا 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 خدست البابا خدست البابا أنا الوقتي في ورطة جامدة جدا وأنا شخصيا بتعرض لأزمة حدا أيها وأنا بقلوز بيك يعني تقلم الأعمالية مش أكبر مني ومنك أيها طب المهم إن أنا يوم بعد ما كلمته خدت بعض وروحت بجرنان وأنا متأزم جدا فدخلت وكل واحد بيكلمني وقلت في الباب علي روحت أنا في الباب علي وروحت كاتب مقالة في الصفحة الأولى ولغيت الإعلان وخدت المقالة كده اعتصار واجب للبابا شنودة وللمسيحيين صحيح وأنا يعني قلت في كل الكلام بمحبة شديدة جدا صحيح صحيح فالكلام ده هو اللي نزل بردا وسلاما مش عالبابا عالإخوة المسيحيين